بغاشة على الشاشة عينية ده مهم جدا ان احنا نشوف مقادير البغاشة بسيطة وسهلة وحلوة ولطيف وجميل بيتكلم من السعيد المصري والريف المصري الجميل مقاديره في متناول الجميع ولكن عشان نعمله لازم العجينة تتخمر كويس ولازم نهتم بمقاديرها ومكوناتها ويكون عندنا زيت غزير كأننا هنحمر بطاطس او هنحمر طعمية البغاشة بنت عمي بالح الشام يعني اعم الشي في يعني مقاديرها تقريبا نفس مقادير بالح الشام دي وبيض معلقة زيت صغيرة شوية فانيليا حلوين معلقة نيشة صغيرة وشوية سكر بوضر حالو الكلام تعالوا نشوفها نعملها مع بعض ازاي وانا هاجينها مع حضراتكم كده لازم الكوونتر بتاعك يكون نضيف ما فيش مكانه بصل ولا توم بتعقميه بشوية مية زهر مية موارد زي الحلوانية كده لما يكون بيعمل حلويات عنده مية زهر مية موارد بيحب يشمر حتى هو شغال زي الفل هناخد الديق بتاعنا ده كده ده كتير احنا عايزين شوية صغيرين عاجينة صغيرة كده حلوة دول كفاية قوي ونحطه عليهم البيكن باودر احنا مع بعض واحدة واحدة كده اهو شوية سكر باودر على العجينة يبقى بيكن باودر وسكر باودر وشوية دي وانا باعجدها مع حضراتكم واحدة واحدة باودر عشان نشوف سهولة عمل العجينة واحنا شغالين مع بعض بيضة صغيرة في قلب العجينة كده قليل من الزيت يعني تقريبا معلقتين حلوين حلو تركاية المغازكة العادة ما عرفش يبتجي معايا ازاي دي سنة بابريكا صغيرة الله عليك حلو ونقلب كده مع رشة ملح هتلاقي عملت معكي بالشكل ده كده ما تقليش انا بهزر شوية الملح الحلوين دول وامسك العجينة دي عم مشيف افروكها مع البيضة والشوية الزيت لغاية لما قلبها خلاها كوسكوسي نفس عجينة الكوسكوسي تبا مبرغلة معايا شفت ازاي الهزار اه معنا القطاعة الحلوة دي كده وانا شغال قول لي اعمل ايه حلوة قوي اهم حاجة وانت بتعبلي العجينة اما حاجة وانت بتعملي العجينة تحط في الاعتبار الطعم بيجي من بين اصابع ايدك العشرة انا مش باخترع الزر هتجي بقى تتفلسفي وتقوليلي طب ليه ما حطتش المقادير كلها مع بعديها احنا تعلمنا من اهالينا من امهاتنا لما يعملوا الكوسكوسي ياخدوا الدقيق مع السامنة البلدي ويتفرج بالشكل ده كده انا بعمل مع جنة البغاشة دي كده هي الفكرة في ايه ان انا برجع لاصول السعيد المصري والريف المصري امهاتنا طيبين اللي بنحس ملمس ايديهم في عمل الاكل ملمس ايديهم امهاتنا البركة خلي بالك مهما اخترعوا من وسائل التكنولوجيا ومهما اخترعوا من وسائل الترفيه في عمل تقطيع البطاطس لو هي ما مسكتش البطاطساية وقشرتها وقطعتها بايدها اقسم بالله ما بتبقى حلوة تجيبي ما كانت قطحها ما كانت هسكها ماناش دعا بالكلام ده كل بركة ايده الام طبعا مفيش حاجة في الدنيا تعوطها شفت العجينة بقت في ايد ازاي هي بيضة ومعلقتين زيت وكمية الدين اللي حطتها اتحولت لإيه لمبروم ما هو المبروم اللي هو الكسكسي اللي هو المفتول دي المسميات بتاعته في الخليج يسمونه المفتول لانه بيتفتل بالشكل ده كده او المبروم او الكسكسي اه شفت ازاي اه اي سائل هنا بقى الاختيار لك ممكن تحط مية دافية ممكن تحط حليب بتاعتك انت عايزها الدسمة البغشة اعجينها بحليب عايزها شوية دسامة اقل اعجينها بحليب قليل الدسامة عايزها دسامة قليلة جدا ومفاش دسامة اعجينها بمية اه شفت ازاي ايه هو ده لما بقول المطبخ رؤية وفن وابداع مش من فراغ ثقة اه شفت اه العجينها جاهزة معايا زي الفن هعمل ايه عم الشيف هحط عليها شوية مية وصدقنا اول ما حطوا المية تلاقي العجينها دايك الكاعد في دي فخلونا ايه نحط مية دافية كده او بحليب زي ما انت عايزة بس انا بصراحة عايز عملها بمية لان لما عملها بحليب طعمها انا عايز يبقى تعمل بغاشة فيها فنعجينها بمية زي فكرة عمل بلح الشام حلو الكلام حلو الكلام حط شوية مية كده المية دي تكون دافية ايه اخبار اللحمة عالنار بس خلاص دول كفاية قوي هنعجن العجينة دي مع بعض سبونا انا بقى اعجن العجينة واللحمة بتستوى عالنار بتاعت الولقاس عشان اخد الشربة اعمل منها رز واعمل منها الخضرة بتاعت الولقاس واعجن العجينة بتاعت البغاشة هستأذن حضراتكم اطلع فاصل صغير وبعد الفاصل نرجع نشوف بغاشة من السعيد الجميل والريف المصر الجميل ومعانا تاجن والقاس باللحمة والخضرة من ينساش شوية رز حلوين او اتروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل اشتركوا في القناة ورجعنا للبغاشة بغاشة بالعسل حلوة بغاشة بالسكر البودر حلوة بغاشة بالقرفة حلوة بغاشة بالشوكولات جديدة بغاشة بكريمة اسمها اللوتس جديدة زي ما انت عايزة انا بحاول ان انا اجدد من طعم البغاشة اللي هي رمز السعيد المصري والريف المصري في طعمها احنا عارفين بناكلها بسكر بودر نحطها في العسل والشربات بتاع البسبوسة او بتاع الكنافة اهلين امهاتنا يعني علمونا ناكلها كده ولكن تقدر تحط عليها اي نوع شوكولات اي نوع صوص انت حباه زي ما انت حب العجينة عاجلناها مع بعض ازاي اتخمرت اه دي بتتخمرش عشان ما فقاش خميرة ولكن نسبة العجينة تتريح لان مادة الجولاتين اللي موجودة في الديئ ومش موجودة غير في الديئ لها موجودة في الشوفان ولا في ديئ الرز سبحان الله يعني ما شفناش عجينة من ديئ الرز تبع عجينة مطاطية ما شفتاش ما شفناش عجينة من عجينة الشوفان تبع عجينة مطاطية بتاعة فوتين مشالتين ما شفناش عجينة من دي الدرة تبع عجينة مطاطية لانهم خاليين من مادة الجولاتين الدي بس اللي هو الانحي من نعم ربنا علينا ربنا وزفه وصخره لنا يتعامل بيتزا يتعامل فطاير بالشكل ده كده تعالوا نفرد العجينة بس تشيف المغاز مش هيفرتها المرة دي بدي ايه هتفردها دي عم نشيف بسكر حبيب سكر واجب لك منين سكر اعو بجد تفرد العجينة بالسكر اه هتفرد معاك اه 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 حلو يلا بينا نفرتها وبعد ما نفرتها هنقطحها الله اقطحها بقى الشكل اللي احنا عايزينه انا معايا قطعها حوشت من المصروف بتاع وجبتها انت تعملي زي كده شطورة يا عروسة يا امي يا ست الحبايب قطعها انا الشابة حلوة زي دي كده العجينة ما تمسكش فيها غير الخشب شفت العجينة بتتفرد معايا ازاي على السكر مش بيقول لك تعال بس نورني وانا فرشتك الارض حرير عجينة البوغاشة فرشت لها الارض سكر حلو اه البيكن بودر اللي انا حطه في العجينة له دور مهم جدا على فكرة هخليني العجينة دي بسكوتة هشة اه اناية يا فانتم والله حاضر حاضر مدرسة مدرسة وانا بحبك ليه انت مش مخرجه بس اه شواف ده شواف دي كل حاجة بقى يقول لك انت يا وات شواف العجينة كده زي الفل معايا حالو الكلام هنعمل ايه عم تشيف هنبدأ ان احنا نقطح كل حاجة فيها حمرها اه بسم الله يا رحمة بلعب عندك بنوتة حلوة بتحب المطبخ عندك صبع حلو لي وميول ان يبقى شيف زي الشيف المغازي عندك جوزك في البيت هاو مطبخ وبيطلع نشاطه في المطبخ وبيحب يوقف في المطبخ في رجالة لما بتعصب بتخش المطبخ خلا نتكلم في الحيطة دي والله العظيم وفي راجل لما يزعل يقولك اكل في واحد لما يبقى مبسوط اوي اوي يخش المطبخ سبحان الله انا لما بكون معصب بحب اكل واقف في المطبخ واقولك على سر بجد والله لما كل واحد في موضوع شغل راسه وبيشغل تفكيره يعني بيخطط اللي بستقبله يعني خلا نتكلم اه شوية يوقف في المطبخ يعمل اكلة او يعمل طبق السلطة ويمسك السكينة كده ويقطع تفكيره اتحصر ما بين المشكلة اللي هو بيحلها ما فيش بقى لشاشة التلفزيون ولا فيه تلفون هنشوف عليه حاجات ولا اي حاجة ولا هنقعد في وسط الناس يشغلوا فكرنا ونتكلم معاهم وانا كد تتركز في المشكلة اللي انت بتفكر فيها وتركز في التقطيع بس اهم حاجة او هتعور ايدك بصراحة لو فيش شوية كبدة مقليين مع الرز ده حكاية اه فين مكانه عايز مكانه فين هنا هنا ايه اه واخد العجنة بتاعتي دي كده عشان اخدتها على الزيت الزيت هنا سخنة اسقطها كلها مرة واحدة في الزيت نفس عجينة بلح الشام اهو هنا مينفعش حط سكر بقى انا فردت العجنة بالسكر بس عايزة تحط معجنات على معجنات عايزة تحط سبرينج رولز على سبرينج رولز فطير على فطير لازم تحط يا امه دي ايه يا امه نشا بقى بين الطبقتين ده مهم جدا على فكرة شفت بقى ازاي اه وده ليه عم مش شيف عشان العجنة ما تلزقش منك اه وانا اشغل كده اه انا اي حاجة بتيجي فرصة اقولها بقولها امين في شغلي ويتطلب مننا كلنا كل واحد في موقعه كل واحد في عمله ضميره لازم يكون حاضر في شغله اه وانا لو كنت خدت الرشد دي دي وحطتها واشتغلت وخلاص اكنا حد اقول حد اقول حاجة لا بلا حكس انا لازم اقول كده علشان لانا كنت ممكن توصلي للمرحلة دي من النجاح وتعملي العجنة زي ما اعملها الشيف بالزبط وكل حاجة بس تجي تروسها في الطبق وتجي تروحها عند القلاية او ابنك مسلا في البيت الصغير ربنا يخليه لك اه بيعاية تشغلك بحاجة جوزك جال بيت هتسيب العجنة دي اللي بقوله ده اخوانا صدق وبيحصل والله العظيم اللي بقوله ده مهم جدا انت وارد تحط العجنة وتحطيها تتفاجت لعلك موضوع في البيت حد خبت مجران لفاتورة ايا كانت شغلت لاي سبب وسبت العجنة في الطبق وروح تتحمريها تيجي تفك من بعضيها تضرب يكف على كف فانا بقولك الحاجات دي عشان تحطها في الاعتبار حلو الكلام اه معلقتين النشي دول مهمين جدا اه مش مكبليل معلقتين كمان واخد العجنة كلها كده يلا يلا شفت بقى ده لما تبقى ايه الشي في المغازي اهو شفت اهو شفت اهو يلا بينا جاهز راحت الزيت يلا هينزله في الزيت دقيقتين وخلص الكلام العجنة دي في الدقيقتين في الزيت بسم الله الرحمن الرحيم زي ما هي كده في قلب الزيت اهو لو انت لو حط نشا اتعرف تعمل لي زمان اشغال كده ولا هينزله من الطبق لو جبت لهم عصابة حتى اهو شفت اهو شفت اهو شفت اهو شفت خرجتك من مغازك ممكن يحصل وانت بتحمر البغاشة دي اهو اهو ام علمتها لي ويا سلام متعة الدنيا لما قول ام علمتها لي شفت ام وهي بتعملها ام كانت تعملها الاكلة دي طعم مش مستحيل تبقى طعمة اكلة ام مستحيل كلهم في قلب الزيت اشيف كلهم بس بقى على الله كده ان شاء الله وهيتحمرون بس اوع زي بقى لحشاب اوعى تتشطري وتجيبي بقى مغرافة والمخرج يقول لك وريني العجيلة وارفع اقار تقول ليش ارفع البتاعي لا خالص سيبها كده اوعى اتعرف زي ما هي كده اهو شوية يعني حلو الكلام اه اللي بقوله ده مهم جدا على فكرة لا تقلي بيها ولا تيجي جنبيها ولا تفراح بيها خلاها نغرف اللي قاس مع بعض شوف البغاشة اخبار ايه 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 الحلوة دي لا اهزاها هنا بقى اه هزاها هنا بقى تهزب الراحة خالص كده اهو اهو خلي بالك اهو والزيت يكون شديد خلي بالك فين الشو كاللي كانت هنا اهو واعمل الحركة دي كده انا وايف من الاطراف الله تحط عليها سكر بودر ماشي تحط عليها عسل ماشي تحط عليها قرفة نعمة ماشي هي دخيلها سكر كده كده انا بطف النار على فكرة لازم تكوني انت حاضرة اهو عشان فاتورة الكهرباء ما تجيش عليها خلصت الشغل نجيب طبق التايدين بتاعنا للبغاشة حلوة الطبق ده والله انا بحب عليها السكر بخرجنا بيسأل انت تحب تاكلها ازاي دي للامانة احب عليها سكر بودر زي البقلاوة كده والزلابية ليه لومة القاضي احبها لما تتحمر عليها سكر بودر ما تنزلش في الشرباط رقم واحد سكر قليل رقم اتنين اكلها واسمع صوتها فلو تحطت في الشرباط اللي هو العسل بتاعها هتبقى طرية جدا لو تحط عليها عسل برضو هتبقى طرية فعشان اكون في الامان احط عليها سكر بودر اه بص عليها اه دي البغاشة اه قالي بتاعه لا شغل معاها كده باحتراس تاني دي خلي بالكم هنا ايه بتتسلط اه اه شفت بص بص اللي على الوش شوف اللي على الوش شوف اللي على الوش خدت لون ازاي مخرجنا الجميل اللي على الوش خدت لون اه 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 تغرفها يلا يلا بينا الله واسبها تصفى من الزيت خالص بتتهزش برضو انتش بتحمر بطاطة اسمقلية مش بتحمر بمفريت اه 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 لازم بتتصفى من الزيت جيدا اه متتحطش على منديل زي ما انا شغال كده اه عند طبق التقديم جاهز يلا بينا يلا بينا اه اه وحط طبق التقديم جنبيها بصوا يا نازلة بقى كده بص بصوا يا نازلة بتتكلم سعيدي اه 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 البغاشة على طريقة الشيف المغازي حصري العجينة تفردت بالسكر حبا فيكم اه ينزل عليها كده اه 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 الف هان او الشيفة اللي ياكل من الطبقة ده هيدعيلي عايز اقول حاجة قبل منهي عايزة البغاشة دي تتعمل بالطعم العربي حط لها عجلة الحبهان او الهيل النعم في العجينة يعني لو عازها بطعم الحبهان او الهيل حط جوه مكونات العجينة هيل نعم او حبهان حسب الرغبة ده للعلم يعني مطبخنا على ششة القناة الاولى ابداع رؤية فن بطريقة بسيطة هنعمل الولقاس كل يوم هنعمل رز بالخلطة كل يوم هنعمل البغاشة كل يوم ولكن الفراسة والخبرة الطهوية ان كل مرة نعملها بطعم جديد وبشكل جديد رؤية فن ابداع بنشوفها على ششة القناة الاولى والفضايا المصرية من ماس بيرو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة